لطالما كان الهروب من حرب الجماعات الإنقلابية طلبا للنجاة فهذه الأسار واحدة ممن هربن خوفا من قصف ميليشيا الحوثي مسافة طويلة قطعوها مشيان على الأقدام قادمين من باتقة القوازع في أقصى مدريات تور الباعة ليجدوا أنفسا وسط الجوع والبرج والمرض في هذا المخيم ساكن في المخيم هذا لا يقدر دينا أي شيء من الحاجة الأساسية مخيم النزحين في منطقة البيطرة بمدرية توبان الذي يأويب يزيد عام سمائة أسرة هو الآخر يفتقر لأبساط الاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة حيث يزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم فما يمتلكونه بالكاد يقطي وجبة واحدة في اليوم نهيك عن الأمراض التي توصيب هذه الأسر المهمشة في هذا المخيم ونزحنا من الهلاف إلى محافظة الأحض ونحتاج الفروجات ونحتاج بطانيات ونحتاج غضائية للقهال ونحتاج علاقات تعني للأمراض إذا في معانا مريض لا نقدر نقوم العالقون هنا زي ما تشايف يأكله وقت واحد وقت الظهر لا يمتعني الظهر من وقت لآخر تحاول بعض المنظمات الإنسانية والإغاثية تقدم الدعم لهذه الأسر وهو إن كان متواضعا إلا أنه كما يقولون يمنحهم القليل من الأمل بغدين أفضل اليوم نحن ندشن في قرية البيطرة مديرية تبن توزيع مواد الطارئة بيكون استهداف مديرية تبن 508 حالة أو أسرة كما سيتم استهداف مديرية طور الباحة ب350 حالة من الحالات الطارئة مع تفاقم المعاناة تبدو هذه المساعدات الإغاثية غير كافية أيضا فهولئ هنا لا يبحثون إلا على ما يسد جوعهم من أغذية وأغطية تجنبهم قساوة التقسي البارد رغم توفر الأمن والهدوء يبقى أمام النازحين في مخيم البيطرة بمحافظة لحك تحديات عديدة تنظر بكارثة بشارية مقبلة ما لم تسارع الجهات المعانية والمنظمات المحلية والدولية إلى معالجات أوضاعهم مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحك